كوريا الجنوبية تودع رئيسها السابق تشون دوهوان بعد عمر نهاز تسعين عاما الرئيس دوهوان كان يتلقى علاجا مركزا من قبل طاقم طبي بعد أن لزم سرير المستشفى لفترة طويلة وكانت تشون دوهوان قد حكم البلاد بقبضة من حديد بين عامي ثمانين وثمانية وثمانين من القرن الماضي عقب انقلاب عسكري حيث كان الرئيس الراحل جنرالا عسكريا أدين وحكم عليه بالإعدام ثم نال بعدها عفوا رئاسيا حيث أفرج عنه من السجن عام 1997